بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونواله نجتمع هنا نحن أعضاء التحالف الوطني لدعم القضية الفلسطينية والسبب في ذلك هو الاعتراعات المتكررة على المسجد الأقصى بإغلاقها ومنع الناس من الصلاة فيه وصد الناس عن دخول بيت الله هذا وأداء شعائر التعبدية فيه وكذلك محاصرة الناس وخاصة في قطاع غزة وحرمان الناس من أبسط ما يمكن أن يتمتعوا به للحياة وقدلهم قتلا بطيعا وهذا إجرام نستنكره وندعو كافة المسلمين في جمن حي العالم إلى الوقفة مع الإخوة في الأقصى ومع الإخوة في فلسطين عامة وفي قطاع غزة خاصة وندعو دول العالم الإسلامي وقالة العالم الإسلامي ومع الشعوب الإسلامية في أن يقفوا ضد هذا الظلم الذي يعيش في فلسطين منذ 48 إلى يومنا هذا وكذلك القوى العظمى التي تقوم بدعم إسرائيل في ظلمه هذا وإعلان بعض المناطق بأنها يجب أن تكون تابعة لإسرائيل هذا اعتداء ما فوقه اعتداء وندعو العالم كله إلى أن يقفوا مع الشعب الفلسطيني كما ندعو العالم أن يكون الجمعة القادمة 29 رجب الموافق 5 فبراير جمعة غضب وأن يعتلي عيمة المنابر ويخطب في القضية الفلسطينية لرفع هذا الظلم والاستنكار هذا الظلم والله المستعان ونحن على ما نقول وكيل وصلى الله على النبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ندعو بنفس المناسبة جميع الدعاء والعلماء إلى وقف قوية تجاه هذه القضية التي تمر بمرحلة عصيبة وصفقة القرن في مسيرة مستمرة ومحاولة تصفية تصفية القضية الفلسطينية وصل مبلغا لا ينبغي السكوت عليه ولذلك فإننا نضم صوتنا إلى صوت الإخوة الممانعين في كل العالم للوقوف صدا منيعا أمام حاسي المحاولة لقد مرت خديثة في الفلسطين بمراحل مختلفة ولكنها تمر في هذا الظرف بأصعب المراحل من حيث هواني قادة العالم الإسلامي ومن حيث اعتداء القوى الأسما ولأسيما اليمين المتطرف بقيادة ترامب الذي يريد أن يقدم قضية الفلسطين على مائدة من ذهب للقيان الصهيوني ونطعو جميع الصعوب ومنظمات حقوق الإنسان كما نطعو الأمم المتحدة لوقفة جبارة ضد هذا الاعتداء والله المستعان وإن شاء الله سنقوم لتحرير القدس وفلسطين وفتحه للمسلمين في أسرع وقت ممكن والسلام عليكم ورحمة الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نحن في التحالف الوطني لدعم القدية الفلسطينية في السنغال من آسمة السنغال دكار نرفع كلمتنا إلى العالم نقول بكل صراحة القدس إسلامية ستبقى للأبد عاصمة للدولة الفلسطينية نحن جميعاً افتداء من صفقة القرن إلى الاعتراف بجولان أنها أرض إسرائيلية لن نوافق على ذلك وسوف نطالب بحقوقنا وسوف نقف صفا واحدا وسوف نقف بكل أموالنا وبكل أفكارنا وبكل ما نملك من المقاومة للدفاع عن حق الإسلام والمسلمين في فلسطين والدفاع عن مقدساتنا التي أورسناها من الصلاف الصالح من هذه الأمة أيها العالم كفا انتهاقا لحقوق الإنسان كم من أطفال قتلت على أرض فلسطين وكم من نساء أرملت وكم من مساجر هدمت وكم من مستصفيات خربت كفا اسفاقا للدماء هذه الكيان السحيونية الغاسبة نقول لها كفا لن نوافق ولن يؤتى لها أرض فلسطين إنها إنها إن أرض فلسطين ميراس عمر بن خطاب وسية الصلاح الدين سنحررها إن شاء الله وهذا واضح في أحادث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض ستبقى أرضاً إسلامية عربية بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته